قصة رجل مات بعرفة رجل مات بعرفة اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء أنت من علينا أجمعين بالوقوف على عرفات هذا العام وفي كل عام اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم متعنا بالحج والعمرة اللهم اهدنا للحج والعمرة اللهم اغننا بالحج والعمرة اللهم بارك لنا بالحج والعمرة اللهم اكرمنا وانسنا بالحج والعمرة اللهم متعنا بالوقوف على عرفات يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا من احب احبابك ومن صفوة اصفيائك اللهم هيئنا لان نكون من اوليائك واختم لنا بخاتمة الصالحين يا كريم اللهم أمين يا رب العالمين رجل مات بعرفة هذه قصة أخرجها الإمام البخاري وعليه رحمة الله وبركاته أخرجها في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال بينما رجل واقف بعرفة فوقع عن راحلته فوقصته فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية هذه قصة أخرجها الإمام الكبير الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته أخرجها في صحيحه قصة رجل وقف على جبل عرفة وعرفة مشعر من مشاعر الحج منسك من المناسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فهو ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة الحج عرفة هذا الرجل وقف على جبل عرفات وقف في عرفة في مشعر عرفة وقف على دابته وهذا فيه دلالة على أنه يجوز أثناء العمل الصالح استعمال الداب والوقوف عليها أو الركوب عليها أثناء تأدية العمل الصالح وثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في حجة الوداع الحج التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب في الناس وهو على دابته بعير أحمر وينظر هكذا وهكذا يلتفت يمنة ويسرة وهو على بعيره ويبدو الله أعلم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو على دابته حتى يراه الناس ويكون محل رؤية للجميع فالدابة ترفع قليلا عن رؤوس الناس فيكون ظاهرا للكل وخطب رسول الله وهو على دابته طبعا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام منعنا أن نشق على الدب فإذا كان في هذا مشقة وأحدنا يعني ينبغي أن يشعر بما تحته من دواب فإذا كانت الدب اللي هو ركبها البعير اللي هو ركبه مثل الفرس اللي هو ركبه يتأذى بذلك بطول المكث عليه والوقوف عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وده من باب عدم إذاء الحيوان لكن إن كان قويا بعير قوي أو فرس قوي ويتحمل هذا وزيادة فلا إشكال هنا الراجل وقف في مشعر عرفة ومعه دابته يتحرك بها ركب على الدابة فوقع عن راحلته فوقصته مش معنى فوقصته يعني دست عليه يعني لا وإنما معنى وقصته أو فأوقصته أو فأقعصته كما جاء في رواية أخرى وهي صحيحة معنى فوقصته يعني أو قعته على عنقه فكسرت عنقه رأبته كسرت فحملوه وهو ميت علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وقف على عرفة يبقى وقف إيه محرم وسط الحجيج لبس إيه لبس الإحرام بتاعه الإزار والرداء الإزار من أسفل وهو ما يلف على وسط الإنسان إذا أحرم والرداء وهو ما يوضع على الكتف كما نرى في الحجيج والمعتمرين الراجل لبس لبس الإحرام بتاعه كان راكب على الدابة وقع على الدابة اختل التوزن بتاعه وقع من على الدابة انكسرت عنقه فأخبروا بذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وفي رواية وكفنوه في ثوبيني ولا تحنطوه وفي رواية ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه وفي رواية ولا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ترجمة نانسي قنقر